ضربا بالأحذية هكذا بات المتظاهرون يتعاملون مع أي شيء يمثل الوجود الإيراني في العراء والذي عاث فسادا فيه وكان له الدور الأبرز في تراجعه إلى مستويات متدنية في جميع مناحي الحياة صحيفة واشنطن بوس الأمريكية نشرت مقالا حول أحذية المتظاهرين سلطت فيه الضوء على حجم القهر الذي يعتمر قلوب المتظاهرين في ساحات وشوارع العراقي ضد رموز التبعية لإيران كخامنئي وجنرال قاسم سليماني مهندس التدخلات العسكرية الإقليمية الإيرانية وهادي العامري وقيس الخزعلي والقائمة طويلة ما دعا المتظاهرين لقطف صور هذه الشخصيات بالأحذية والتي كانت رموزا لسنوات طويلة فمنذ عام 2003 بدأت إيران بالتوغل في العراق على وفق خطط مدروسة تهدف بالنهاية إلى اشتثاث سيادته من جذورها وجعله تابعا ضعيفا تمنحه هي قوته ما ترغب مع بدء تظاهرات انتفاضة تشرين في العراق تقول الصحيفة بدأ الوجود الإيراني فيها بالتهاوي حيث كانت مقرات الميليشيات والأحزاب ذات التبعية الإيرانية هدفا للمتظاهرين الناقمين على اختطاف سيادة بلدهم من قبل إيران ثم تطورت الأمور لدى المتظاهرين الذين باتت رموز التبعية الكبيرة في العراق وإيران هدفا لأحذيتهم في رسالة واضحة منهم برفض أي وجود إيراني في العراق أي كان شكله ومع إصرار المتظاهرين على الصمود في الساحات والشوارع بالرغم من القمع الدموي الذي كان للميليشيات التابعة لإيران دور كبير فيه بات الرهان كبيرا على صرخات المتظاهرين وصيحاتهم الرافضة للوجود الإيراني حيث تؤكد الوقائع أن فرصة شفاء العراق من الجرح الإيراني قد حانت الآن وهذه أيامهم